اشتركوا في القناة التابعة لجمهورية الصين بشأن ازالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي وقرر المجلس الموافقة عليه في مجموعه واحالته الى مجلس الشورى كما تم خلال الجلسة مناقشة عدد من الاقتراحات برغبة ابرزها اعفاء المواطنين من الرسوم الخاصة بخدمات الادارة العامة للمرور الى ذلك ناقش المجلس استضحى سياسة الحكومة بشأن ملف البيوت الايلة للسقوط والبيوت التي يتكدس فيها اكثر من اسرة طبعا في جلسة اليوم تم سؤال سعالة الوزيرة ووزيرة الاسكان والتخطيط العمراني عن طلبات 2004 وما قبلها وخاصة اللي هي تقيار الارض والقرض طبعا سعالة الوزيرة اجابت في الجلسة ان هناك عمل دقوب ومستمر من قبل الوزارة والعاملين فيها على تلبية هذه الطلبات وهناك ان شاء الله مستقبلا جاري العمل على انتهاء من الاعداد الطلبات المتبقية للمواطنين وخاصة خيار الارض والقرض تم اليوم مناقشة مشاريع بقوانين بخصوص التصديق على اتفاقيتين بين الامارات العربية المتحدة ومملكة الوحرين وكذلك مملكة هونغ كونغ التابعة لجمهورية الصين وكلها تتعلق بشأن منع الازدواج الضريبي على الدخل لتجنب التهرب من الضريبة وتجنب الازدواج الضريبي وكل ذلك يأتي في اطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وهاتين الدولتين ترجمة نانسي قنقر